أسد ممكن طبعا ناخدها مكمل غذائي بس ان انا اخده بشكل طبيعي وده موجود طبعا في الدواجن في الأسمك موجود في الخضروات موجود في السبينخ كل الحاجات دي فيها فالك أسد كانتالوب مهمة قوي كانتالوب وموجود فيه الفالك أسد بشكل كبير برضو البرتقان الحاجات دي مهمة قوي الفالك أسد ده أصلا هو اللي بيكون الدم اللي رايح من المشيمة للأم فطبعا ما ينفعش تجاهله هو اللي بيكون خليل عصبية بتاعت الجنين هو اللي بيكون الفترة اللي في الأول دي اللي هي 3 شهور الأولينية من الحام لازم بيبقى فيهم الفالك أسد لأنه هو اللي بيكون أصلا البطانة بتاعت الرحم الأنسجة اللي موجودة للرحم وبيجدد الأنسجة بتاعت الجنين كمان فطبعا كل ده مهم جدا الفالك أسد إن هو حيزيد وهيتخذ بنسبة عالية جدا أثناء فترة الحامل بنزود كمان قوي للأم لنسبة الحديد الحديد طبعا مش عايزين نقول قد إيه أهميته للأم والجنين لأن طبعا هو بيمنع الجنين من إن هو يجي له الأنيميا الخبيثة وبيشاركه برضو فيها فيتامين بي سكس اللي هو لو قل برضو ممكن يتعرض الجنين للأنيميا الخبيثة إذن كمان مشكلة الحديد إن هو ممكن ينقص عند الأم أثناء فترة الرضاعة شوية يعني حليب الأم على قد ما هو فيه عناصر غذائية مهمة جدا هنتكلم عنها طبعا إلا إن هو شوية بيفتقر للحديد يبقى أنا محتاجة أزوده بشكل كبير قوي في الأم الحامل لازم تزود نسبة الحديد اللي بتاخده من السبانخ ومن الكبدة ومن اللحمة الحمرة ومن العسل السود بس طبعا ما بينكترش العسل قوي علشان ما يبقاش فيه سكريات تعمل لها أي مشاكل صحية أو تزود لها الوزن بشكل عشوية أهمية الحديد إيه كمان إن هو أصلا بيتخزن في كبد الطفل من وهو بيبي لسه جوه في بطنها علشان زي ما قلنا بيحتاجوا بعد كده الطفل الجنين ده بعد الولادة بيحتاجوا إن هو بيبتدي إن هو يستخدمه بعد فترة الولادة لأنه هو زي ما قلنا لبل الأم بيفتقر لي شوية فإحنا محتاجين هذا التوازن الكامل في العناصر الغذائية محتاجين طبعا إحنا بنزود كل الفيتامينز اللي هي التايمين اللي هو فيتامين إيه اللي هو أصلا بيبقى مهم جدا برضو عشان إحساس الغسيان عند الأم بيقلل إحساس الغسيان بيقلل إحساس الدوخة اللي ممكن تجي لها في الثلاث شهور الأولانية فبنديها بقدر معين اللي هي فيتامين إيه أو التايمين بنبتدين طبعا نزود فيتامين بي 12 من الحاجات المهمة والعناصر الهمة جدا في أكلها وفي وجباتها برضو وده برضو هيبقى موجود في كل الخضروات الورقية فيتامين بي 12 بنزود كل الخضروات بشكل كتير جدا علشان برضو هي ديفية ألياف عالية الألياف اللي موجودة برضو في الرز وفي المكارونة البني محتاجينها جدا علشان الحبوب الكاملة دي للأم على قد ما بتديها إحساس بالشبع وفيها فيتامين بي على قد برضو ما هي مفيدة علشان حركة الأمعاء الأم بتتعرض جدا أثناء فترة الحمل لمشكلة المعدة الممسكة فطبعا احنا بنحاول نقللها بالألياف والخضروات الورقية والحاجات اللي هي بتديها حركة وليونة للأمعاء والمعدة علشان ما تصابش بهذه المعدة الممسكة اللي ممكن تعملها مشاكل كتير وطبعا برضو الأم نخلي بالنا أن هي بتتعرض لشوية انتفاخات الانتفاخات ده ممكن تعمل مشاكل برضو ليها وللجنين فبرضو بنحاول نهنا ندي ألياف عالية جدا حاجات لها جليساميك انديكس اللي هي معامل تسكر مش عالي للدم علشان برضو سرعة الحرق وسرعة الهضم وما تبقاش فيه اللي هو الانتفاخات اللي ممكن تصيب الأمعاء أثناء فترة الحمل فبتبقى الوجبة بتاعتنا لازم تبقى فعلا متوازنة ما تكلمناش عن أهمية الكالسيوم طبعا للجسمها والعضمها والأسنانها هي كأم وكمان لعضم وأسنان الطفل طبعا اللي هي بأصلا كل مكان الأم بتاخد كمية كالسيوم كفاية الطفل برضو بتكون وصل له هذه الكمية وبالتالي ما يبقاش عنده أي تشوهات عضمية أو أي تشوهات خلقية يبقى مولود بيها الكالسيوم مهم جدا وطبعا أنا مش لازم إن أنا أديه بشكل مكمل غذائي بعتمد أكتر على إن أنا بزود نسبة الزبادي نسبة اللبن الحليب الجبنة البيض الزبدة الحاجات دي كلها مهمة جدا للأم الحامل فأنا ببتدي إن أنا أزود لها طبعا عدد السعرات بتاعتها ما أقدرش إن أنا أكون مثلا أورادي ممشيها قبل الحمل على حوالي 1200-1500 سعر وده هيبقى بالنسبة لها كفاية لا أنا ببتدي إن أنا أزود عدد السعرات تدريجية بمعنى إن إن أول ثلاث شهور بنبتدي إن إحنا نزود حوالي يعني 150 سعر في اليوم يعني بيوصل حوالي 1800 في اليوم بنبتدي في الثلاث شهور التانين اللي هم التلت التاني من الحمل بنبتدي إن إحنا نزود لألفين سعر حراري فالتلت الأخير من الحمل ممكن توصل عدد السعرات اللي بتاخدها الأم علشان الجنين بيبتدي يكبر في جسمها وبيحتاج إلى عدد سعرات أكتر بنبتدي إن إحنا نزود عدد السعرات دي إلى مثلا 1200 بحيث إن إحنا في الآخر بنقول الزيادة ما تكون ما حوالي ما بين 600 إلى 800 سعر حراري لغاية وقت الولادة وده هيبقى كافي جدا للأم علشان تكون بتستفيد بكل العناصر الغذائية هي والجنين بتاعها طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر